ما الاتجاهات الأساسية لتدريس البلاغة؟ إن تدريس البلاغة في العصر الحديث فيه أكثر من اتجاه يجب على معلم اللغة العربية أن يتعرف إلى كل اتجاه من هذه الاتجاهات يمكن أن نميز في تعليم البلاغة وتدريسها بين طريقتين طريقة المدرسة القديمة وطريقة المدرسة الحديثة دعونا نتعرف أولا إلى المدرسة القديمة في تدريس البلاغة المدرسة القديمة كانت تعتمد على تدريس البلاغة في عزلة عن الأدب وكانت تتخذ أمثلة من جمل منفصلة مقتضبة وعبارات متكلفة مصنوعة أيضا المدرسة القديمة كانت تمزق وحدة البلاغة وتجعلها علوما مختلفة وتقسمها إلى علوم تشمل المعاني والبيان والبديع حيث كانت تبدأ بتدريس علم المعاني ثم تنتهي إلى علم البيان والبديع وهذا يتعارض مع القاعدة التربوية التي تقتضي أن ننتقل في تدريس البلاغة وفي التدريس عموما من السهل إلى الصعب أيضا فإن المدرسة القديمة في تدريس البلاغة كانت تهتم اهتماما شديدا بالبحوث النظرية والفلسفة العميقة وبالتالي أدت إلى إخفاق البلاغة وفشلها وقصورها عن تحقيق غايتها في تكوين الذوق الأدبي لدى الطلاب في مقابل هذا فإن المدرسة الحديثة في تدريس البلاغة على العكس تماما من المدرسة القديمة هي مدرسة تؤمن أن البلاغة وحدة متكاملة ليس بينها فواصل ولكن هي مجموعة من البحوث التي تسعى إلى اكتشاف مقومات الجمال الأدبي أيضا المدرسة الحديثة في تدريس البلاغة تقضي على العزلة التي كانت بين الأدب وبين البلاغة إذ هي تجعل البلاغة جزء من الدراسة الأدبية التي يؤديها النص وهي تتخفف جدا من المناهج والمصطلحات البلاغية الكثيرة وتقلل إلى حد كبير من إشغال الطلاب بالتقاسيم والتعاريف والصيغ المألوفة معنى ذلك أن الخلاف بين المدرستين القديمة والحديثة هو خلاف حول الهدف من تدريس البلاغة فالمدرسة القديمة تجعل البلاغة هدفا في حد ذاتها أما المدرسة الحديثة فإنها تعتبر البلاغة وسيلة إلى تكوين الذوق الأدبي وإلى إنضاغ الحاسة الفنية وإلى معالجة الموضوعات البلاغية من الناحية النفسية والوجدانية وإلى الكشف عن عاطفة الأديب وموسيقى الكلام واستجابة القارئ نحو ذلك ترجمة نانسي قنقر